احنا فيها احنا فيها صحيح احنا فيها وقصد ما يفعش يتقالي الاسم لا طبعا نوقف عند الدخاء المرتقب ده كبير طبعا ساندونس طبعا فرقة قوية حصلة على بطولة افريقيا قبل كده منافس دايما مع نادي الاهل ودايما بيجي الحظ خلال فترة اللي فاتت انه لازم يبقى في البطولة سواء معاك في دوري المجموعات او بتقابله في دور من الادوار قبل النهاية او كدس كمان فيدسو موسيماني معانا طبعا للموضوع هنا في قصف مشترك ما بين حتى الجماهير الفرقتين الموضوع اختلف صعوبة برضو المباريات بتبقى اللي اتنين كاشفين بعد قوي طبعا يعني موسيماني حافزهم طبعا هم حافزين النادي الاهلي من تكرار المنافسات او المتشارت بينهم ومن اللي موسيماني نفسه قال لهم عليه وقت ما كان هو المدير الفاني طبعا طبعا ما تنساش كمان المباريات الاولانية بكسبك على ارضك هنا وانت راح تقابله على ارضه ارضه طبعا يعني بيبقى طبعا صعبة الجمهور والارض بتلعب مع صحابها ما كانش لها لازمة كابتن حشيش طبعا ما كانش لها لازمة خالص اللي حصل فيها بص دايما لما بتلعب على ارضك يعني اذا ما كسبتش ما تتغلبش عشان تقدر تجمع نقاط وفي نفس الوقت ما تركبش حد عليك يعني انت ما بتبقى فرقة بتلعب فرقة في ارضها وتكسبها على ارضها ورجعلك تاني على ارضك بتبقى الثقة والاداء فبرضو مباراة صعبة جدا مع سانداونز اعتقد ان النادي الاهلي خسارته المطش اللي فات من سانداونز هيخليه نازل متحفزه ونازل مركز عشان يعوض الخسارة بتاعته انما هنرجع ونقول ان فاضل مبارتين على ارضك مريخ وهلال تكسبهم تعدي ان شاء الله يعني اشتركوا في القناة